برحب فيكن جميعاً بدرس جديد اللي هو تتم للدرس السابق اللي شرحنا فيه عن تشكيل صيغة الجمع للأسماء في اللغة الألمانية معكن إلهان من قناة إلهان غافنسبياك والدرس رقم 24 من دورة تعلم اللغة الألمانية نبدأ بدرس اليوم درسنا في المستوى المبتدئ مستوى A ضمن المستوى الأول في اللغة الألمانية مستوى A1 القسم الثاني 2 إذن درسنا اليوم هو تتم للدرس السابق بعنوان سنتعلم في هذا الدرس رح نتعلم بدرس اليوم جمع الأسماء المذكرة والمؤنسة والحيادية بإضافة اللاحقة النهاية إذن درسنا فيه المستوى A1-2 درس رقم 24 الجمع منبدأ بالفقرة الأولى من درس اليوم عندي هون عنوان تشكيل صيغة الجمع منشوف هون القاعدة تجمع معظم الأسماء المذكرة والحيادية وبعض الأسماء المؤنسة بإضافة الحرف A لآخر الإسم إذن في اللغة الألمانية تجمع معظم الأسماء المذكرة والأسماء الحيادية بإضافة الحرف A لآخر الإسم وأيضا بعض الأسماء المؤنسة إذن معظم موكل لكن معظم الأسماء المذكرة والحيادية تجمع بإضافة الحرف A لكن فقط بعض الأسماء المؤنسة أيضا تجمع بإضافة الحرف A إذن معظم الأسماء المذكرة والحيادية بعض الأسماء المؤنسة بإضافة الحرف A إذن تجمع بإضافة الحرف A لآخر الإسم منشوف هون لكن بالنسبة لبعض الأسماء المذكرة وكذلك المؤنسة فإن حروف العلة التالية فقط من هنين نفسهم اللي مروا معنا في الدرس السابق A O U تقلب غالبا إلى حروف إيمالة إذن فقط بالنسبة لبعض الأسماء المذكرة وكذلك المؤنسة فإذا كان في عنا حروف العلة التالية تقلب غالبا إلى حروف إيمالة إذن موكل كمان بعض الأسماء المذكرة وكذلك المؤنسة فإن حروف العلة التالية تقلب غالبا إلى حروف إيمالة طبعا بالإضافة للاحقة A ممكن كمان تقلب حروف العلة التالية هون الثلاثة لحروف إيمالة إذن فقط هالحروف العلة الثلاثة حروف العلة مثل ما تعلمناهن في بداية دورة تعلم اللغة الألمانية هنين خمسة بالإضافة للحرف A E لكن هون ما عنا ياهن عنا فقط هالثلاثة اللي هنين A O U منشوف مع بعض أمثلة لتتوضح الفكرة أكتر عندي هون اللاحقة A أو النهاية A أو الحرف A راح نشوف مع بعض أمثلة عندي هون بايشبيل مثال عندي هون زنجولة مفرد وعندي هون بلوغل جمع منشوف مع بعض المثال ديا مونات ديا مونات الشهر إذن عندي هون اسم مفرد مذكر أداته ديا ديا هي أدات التعريف للإسم المفرد للمذكر ديا مونات ديا مونات الشهر جمع الاسم هون بإضافة اللاحقة أو الحرف A بيصير عندي هون دي مونات دي مونات الشهور إذن جمعنا الاسم المفرد المذكر هون بإضافة اللاحقة A وبالتالي صار عندي هون جمع وتغيرت عندي الأدات صار عندي هون الارتكل هو دي هي أدات التعريف لجمع الأسماء في اللغة الألمانية دي صار عندي هون دي مونات دي مونات الشهور منشوف مثال آخر عندي إذن هون كمان اللاحقة A أو الحرف A اللي هي قاعدة درس اليوم عندي هون بايش بيل مثال منشوف هون مع بعض دس بوت دس بوت القارب وفيه هون رسم توضيحي إذن عندي هون اسم مفرد حيادي أداته دس دس هي أدات التعريف للإسم المفرد الحيادي جمعنا الاسم هون بإضافة اللاحقة أو الحرف A صار عندي هون دي بوت دي بوت القوارب إذن منلاحظ هون إني انضاف للإسم اللاحقة A وبالتالي تحول لأسم جمع معناه صار القوارب وفيه هون رسم توضيحي بالإضافة للأرتيكل اللي هي دي اللي هي أدات جمع الأسماء إذن كل الأسماء في حالة الجمع أداتهم دي هي أدات مشتركة لكل الأسماء فقط في حالة الجمع إذن صار عندي هون دي بوت دي بوت القوارب ننتقل لمثال آخر عندي هون اللاحقة A أو الحرف A اللي هي موضوع درس اليوم عندي هون بايشبيل مثال عندي هون الاسم المؤنس الاسم المفرد المؤنس دي كو دي كو البقرة إذن فيه هون رسم توضيحي إذن عندي هون اسم مفرد مؤنس أداته دي دي هي أدات التعريف للاسم المفرد المؤنس دي كو دي كو البقرة منجمع الاسم هون بإضافة اللاحقة A ويقلب الحرف العلة هون حرف الو لحرف أملوت إذن منضف له نقطتين في الأعلى بيصير أملوت إذن هون يقلب حرف العلة اللي هو حرف الو لحرف أملوت وما بنسى اللاحقة أو النهاية A مثل موضح هون باللون الأزرق بتصير عندي الكلمة دي كو دي كو الأبقار إذن اتشكلت عندي هون صيغة الجمع بإني ضفت اللاحقة A وقلبت الحرف العلة اللي هو O لحرف أملوت هيك بتكون تشكلت معي صيغة الجمع منشوف مثال آخر عندي هون بايش بيل مثال عندي هون اسم مفرد مذكر ديا بل ديا بل معناه الكرة إذن هون اسم مفرد مذكر أداته ديا ديا هي أدات التعريف للإسم المفرد المذكر عندي هون ديا بل ديا بل الكرة جمع جمع الاسم بصير عندي هون بإضافة اللاحقة A لآخر الاسم بالإضافة إلى قلب حرف العلة لحرف أملوت إذن منقلب هون حرف العلة اللي هو A لحرف أملوت بنضف له نقطين في الأعلى بصير عندي هون دي بل دي بل الكرات دي بل دي بل الكرات وفي عندي هون رسم توضيحي إذن منلاحظ هون إني الاسم تحول لصيغة الجمع حسب قاعدة اليوم إن في بعض الأسماء المذكر أو المؤنسة يقلب أيضا حرف العلة إلى حرف أملوت إذن تحول عندي الاسم هون لصيغة الجمع بإضافة اللاحقة A لآخر الاسم بالإضافة إلى قلب حرف العلة هون اللي هو حرف A لحرف أملوت إذن مثل ما تعلمنا بدرس اليوم حسب القاعدة تبع درس اليوم إني في عندي بعض الأسماء المذكرة بعض الأسماء المذكرة وبعض الأسماء المؤنسة يقلب حرف العلة اللي كان A أو O أو U إلى حرف إيمالة إذن فقط في حالة الأسماء المذكرة والمؤنسة بالإضافة بالإضافة لللاحقة A يقلب أيضا حرف العلة إلى حرف أملوت إذن مو شرط الكل لكن بعض يقلب فيهم حرف العلة إلى حرف أملوت ننتقل للفقرة التالية عندي هون عنوان تشكيل صيغة الجمع عندي هون لجمع الأسماء التي تنتهي باللاحقة نس ن إي إس نضاعف حرفها الساكن الأخير وبعدها نضيف الحرف إذن إذا بدنا نجمع الأسماء اللي بتنتهي باللاحقة نس إن إي إس من ضاعف حرف الساكن الأخير إذن شو هو الحرف الساكن الأخير هو حرف الإس من ساوي مضاعف يعني الإس الوحدة من ساوية تنتين إس وبعدها نضيف الحرف إي وبعدين منضيف الحرف إي منشوف مع بعض أمثلة لتتوضح الفكرة أكتر عندي هون اللاحقة نس اللاحقة نس نس منشوف هون بايشبيل مثال عندي هون اسم مفرد مؤنس دي كنتنس دي كنتنس معناها المعرفة الإلمام بلاحظ هون بلاحظ هون أني الاسم المفرد المؤنس انتهى باللاحقة ن اي اس وبالتالي لما بشكل صيغة جمعه بضاعف الحرف اس اللي هو حرف الساكن الأخير وبعدين بضيف اللاحقة ا بصير عندي الاسم في صيغة الجمع دي كنتنس دي كنتنس المعارف إذن فيه هون رسم توضيحي إذن ضاعفت الاس هون اللي هي الحرف الساكن الأخير وبعدين ضفت اللاحقة ا اللي هي قاعدة درس اليوم إذن فقط في حالة الأسماء المفردة اللي بتنتهي باللاحقة نس أو ن اي اس بضاعف الحرف الساكن الأخير اللي هو اس وبعدين بضيف اللاحقة ا إذن عندي هون صار اسم جمع دي كنتنس دي كنتنس المعارف وبلاحظ هون إن الارتكل هي دي تبعية الجمع إذن هون دي هي أداة التعريف للإسم في صيغة الجمع هون دي تبع الاسم المفرد المؤنس إذن بفرق بيناتهم حسب الاسم بقدر بفرق بيناتهم منشوف مثال آخر لا تتوضح الفكرة أكتر وأكتر عندي هون كمان بايشبيل مثال عندي هون النتيجة وفيه هون رسم توضيحي إذن بلاحظ هون إن الاسم المفرد الحيادي انتهى باللاحقة نس اللي هي ن اي اس وبالتالي يجمع الاسم هون أيضا بمضاعفة الحرف الساكن الأخير اللي هو اس بضاعفه بكتب الاس مرة تانية وبعدين بضيف اللاحقة ا بيصير عندي هون الاسم في صيغة الجمع دي اجبنس دي اجبنس النتائج دي اجبنس دي اجبنس النتائج وفيه هون رسم توضيحي إذن ضاعفة الاسم المفرد الحيادي هون اللي انتهى باللاحقة النس بي مضاعفة حرف الاس كتبت الاس مرة تانية وبعدين ضفت اللاحقة ا وبالتالي صار عندي هون اسم في صيغة الجمع دي اجبنس النتائج إذن جمع كلمة النتيجة اللي هي دس اجبنس هون صار عندي اسم في صيغة الجمع وأيضا أخذ أداة التعريف لا الاسم في صيغة الجمع اللي هي دي هيك منكون وصلنا لنهاية درس اليوم تعلمنا في هذا الدرس تعلمنا بدرس اليوم جمع الأسماء المذكرة والمؤنسة والحيادية بإضافة اللاحقة النهاية ا إذن درسنا اليوم كان في المستوى A1 القسم الثاني 2 دي بلوغل الجمع الدرس رقم 24 وفي الدروس القادمة رح نكمل تتمت قواعد الجمع في اللغة الألمانية بتمنى تكونوا عبتستفيدوا من هالمعلومات اللي عم ناخدها في دورة تعلم اللغة الألمانية لا تنسوا تشاركوا هالفيديو مع أصدقائكم وفي حال كان عندكم أسئلة اكتبوا ليها بالتعليقات أسفل الفيديو ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة بتضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو أبونيغن أو من خلال الدائرة اللي رح تظهر في منتصف الشاشة كان معكم إلهان من قناة إلهان غافنسبيع تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم